تركبته الدولة التركية بشكل عام منذ عشرين واحد الفين وثمانطاش ولتاريخه يفوق كل ما يتصوره أي متابع للشأن الحقوقي بدءا من العدوان مرورا بالاحتلال مرورا بارتكاب جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية انتهاك كل القوانين المعتمدة دوليا على صعيد المحاكم الدولية أو على صعيد الإعلان العالمي للحقوق والإنسان أو على صعيد منظمة الأمم المتحدة لجهة الاتفاقية الدولية المؤرخة عام 1945 فالدولة التركية مؤخرا نفذت عدوانا غاشما على غريس بيت الأبيض وعلى سريكانية رأس العين وتحديدا بين هاتين المدينتين ارتكبت الدولة التركية جرائم بشعة بحق المدنيين وبحق الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة وفي كل يوم نسمع جرائم يكاد يعجز القانون الدولي عن تصنيفها لأنها تتكرر بشكل مستمر وترتكب بشكل بشع هذه على مستوى القوانين الدولية لها تصنيفاتها ولكن للحالة الدراماتيكية التي تتم بموجبها ارتكاب المجازة المقبل الدولة التركية والمجموعات الارهابية التكفيرية المرتبطة بها تعجز المنظمات ويعجز المتابع وكل المعنين بشأن العام على الصعيد المحلي والعالمي عن حصر هذه الجرائم من جملة هذه الجرائم سرقة العضاء البشرية هذه جريمة مدانة على مستوى القوانين الوطنية في أغلب دول العالم وهي مدانة وبقوة على صعيد القانون الدولي العام فهي تصنف ضمن جرائم الحرب وبالتالي فإن من يرتكب هذه الجرائم من الجدير بمكان ومن الأهمية القصوى أن يحال إلى محكمة الجنايات الدولية التي تأسست في لاهاي عام 1998 بموجب نظام روما في 17 تموز 1998 كل من يرتكب هكذا جريمة يحال إلى محكمة الجنايات الدولية وهذه مسؤولية ومسؤولية مباشرة تقع على عاتق مجلس الأمن الذي من الضروري أن يبادر سريعا ولكن لتاريخه لم نسمع شيئا من هذه القبيل وأملنا كبير بهذه المنظمة وبمجلس الأمن الدولي وبلجان التقصي جريمة سرقة الأعضاء البشرية جريمة من الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بشكل يومي هناك ما نسمعها وهناك ما لا نسمعها لأسباب تخص الجهة التي ترتكب هذه الجريمة تحديدا الدولة التركية حققت أو بلغت رقما قياسيا في ارتكاب الجرائم الدولية لم تبقى جريمة مصنفة في القوانين الدولية سواء القانون الدولي العام أو سواء أول قانون الدولي الإنساني إلا وارتكبتها وترتكبها يوميا وبالاعتماد 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 على المجموعات الأرهربية المرتبطة بها وبتوكيلها لتنفيذ هذه الجرائم حتى أن الكثيرين الكثيرين من أفراد جيشها ينخرطون ضمن صفوف هؤلاء بعد أن يعجزون يعجزون عن أداء عن أداء المجموعات التي يعتمدون عليها يتدخلون مباشرة لتنفيذ الفصول المتبقية من تنفيذ هذه الجرمات كما تعلمون الدولة التركية هي دولة راعية للأرهاب دولة مؤسسة للأرهاب كل ما يحصل من أرهاب على الصعيد المحلي على صعيد الشرق الأوسط أو على الصعيد العالمي الدولة التركية هي التي تقف وراء هذا الأرهاب القانون الدولي الإنساني يعاقب على هذه الجريمة تحديداً ويعتبرها من جرائم الحرب والعقوبة هي اعتقال وسجن كل من ارتكب هذه الجريمة سواء ارتكبها بالفعل مباشرة أو بالتدخل أو بالشراكة العقوبة بالنسبة لهؤلاء جميعاً واحدة لا فرق بين الفاعل والشريك والمتدخل العقوبة هي الاعتقال والسجن المؤبد ففي هذه اللحظة التي ندلي بها بهذا الحديث نناشد المجتمع الدولي الحر المجتمع الدولي الرسمي كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية نناشد المدعي العام في محكمة الجنات الدولية نناشد الأمين العام السيد أنطونيو جوتيرش نناشد مجلس حقوق الإنسان نناشد لجان التقصي تقصي الحقائق أن يقفوا أمام مسؤولياتهم ويقوموا بمسؤولياتهم وواجباتهم وأمل وكبير بذلك لأننا لا نعتقد بأن هؤلاء لا يتابعهم أحد أو أن النظام العالمي مسيب نناشد هذا العالم أن يتدخلوا سريعاً لوضع حد لهذا الاحتلال ولإعادة كافة المهجرين قسراً لوضع حد لعملية لأن الدولة التركية تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية والمواثيق يدل على ضعف النظام العالمي يدل على ضعف المنظمات الدولية ذات الشأن يدل على أن هناك تواطئ دولي مع الدولة التركية وأخص هنا بالذكر الدولة الروسية التي تمرر مشاريعها وأجنداتها الخاصة على حساب أبناء شعوب المنطقة على حساب جغرافية المنطقة فنحن كمتابعين أنا شخصياً كمتابع أرى تناقضات كثيرة يعني المجموعات المسلحة تمارس الإرهاب على مسافة أقل من نصف كيلو متر أو خمسمائة متر بوجودها العسكرية تتغاضى عن هكذا عن هكذا انتهاكات فمن واجبها كدولة تسمي نفسها بأنها ضامية وراعية للاتفاق المعقود بينها وبين الدولة التركية أن تقف كسد منيع أمام هذا التمدد فمثال ذلك مدينة تل تمر المدينة الفسيفسائية مدينة الكرد والعرب والآشور مدينة التركمان والشيشان هذه المدينة مستهدفة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها بشكل يومي حيث تتم عمليات هجوم واسعة النطاق بالقصف البري والجوي على مدينة